تعالوا مع بعض ان حل مشكلة تحويل الارقام من انجليزي العربي وعربي الانجليزي بدخطة واحدة في الاكسل. حضرتك عندك جدول زي كده وعايز الارقام دي تحولها عربي. هتيجي دايس في الكيبورد على بعد ما تحدد الرنج زي كده. دوس كنترول نومبر وان. او بتدوس على تنسيق خلايا او فورمات سل من هنا ايه. بعد كده بتلاقيك على عام ايه. انزل على مخصص. والتعالى امسح كلمة دي وباكس بيس. وهتكتب الكود اللي هقوله لحضرتك دلوقتي. لازم تحول اللغة الانجليش. بتكتب حرف الدال وتفتح قوس. اس دولار داش اتنين ست صفار. بعدين بتقفل القوس بحرف الدال. وبعد كده بتدوس زيرو. طب تعالوا نعملها كده. بتحزف هنا كده. وبتكتب الكود اللي هقوله لحضرتك ده. اول حاجة لازم اللغة عندك تبقى انجليش. بتدوس على حرف الجيم. بيفتح لك القوس زي كده. بعدين سين دولار اللي هي ورقم اربعة في الكيبورد. بعدين داش اللي هي علامة الناقص. بعدين اتنين ست صفار. اتنين اربعة ستة. بعدين بتقفل القوس بحرف الدال. وبتدوس زيرو زيرو يعني او توافق تام. خلاص الكود عملناه كده. دوس موافق كده وشوف الارقام هيحصل فيها ايه? الارقام اتحولت عربي. طيب. تعال هنا بقى عايز تحول دول انجليش. دوس كنترول نمبر وان في الكيبورد برضو. تعال هنا احزف الكود اللي حضرتك كاتبه. ودوس موافق. كده بدغطة واحدة حولنا الارقام من عربي لانجليزي. ودي تقدر تعملها في اي ارقام موجودة داخل شيط الاكسل عند حضرتك. احفظ الكود وخليه عند حضرتك في تيكست او احفظ الفيديو هيفيدك في اه مشاريع قادمة. از عجبك الفيديو ما تنساش الفولو والشير واللايك واستناني. كان معكم محمد مبروك. اترككم في رعاية الله واامنة. شكرا جزيلا.